هنأت دكتور شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمان العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم الرئيس السيسي والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى الإسرائي والمعراج وقال مفتي الجمهورية إن ذكرى الإسرائي والمعراج العطرة أكدت على ثقة النبي صلى الله عليه وسلم بنصر الله تعالى وبصبره على البلاء لافتا إلى أن جذور المسجد الأقصى ستظل راسخة في قلوب المسلمين وضمائرهم لأنها قضيتنا التي لن تغيب عن اهتماماتنا وأضاف مفتي الجمهورية أن معجزة الإسرائي والمعراج فيها من الدروس والعبر ما نحن بحاجة إليه مثل حسن التوكل على الله والأخذ بالأسباب غير أن الدرس الأعظم فيها هو ترقب الفرج في كل شدة لأن المحن تتبعها المنح شكرا